اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او دخلوا على قائمة التشغيل غرزات كروتشي يعني بيتلاقوا الغرزة دي اذا ما بتكونوا تدوروا ضمن القناة ان شاء الله اليوم الشال سبايا رح نحكي فيه اكتر من فكرة يعني انا بالنسبة لالفنيشينج بتاع الشال رح لكم فيه اكتر من فكرة انه مكان الشرشيب اول كيل بامكانكم انتو تعملوه بالشرشيب الكلاسيكية الطبيعية وانا بحبها بلاقي بتعطيها تقل للشار فلي بيعتبرها انه دي موديل ولا موديل قديم انا بلاقي الشار حلو بالشرشيب الكثيفة ولكن مع ذلك سبايا رح نقترح افكار للي بيحب الموديل والحاجات يعني ما تبقى قديمي رح نقترح اكتر من موديل للشرشيب ان شاء الله ولذلك رح تلاقوا بنفس العينة اكتر من موديل ليه لانه دائما لما بنزل الشار سبايا يعني لما بنزلكون عينة لسكارب او لشار دائما بتسألوني انه كيفنا نعمل الداير كيفنا نعمل من فوق نقفل الشار بقى انا حتى ما اضطر لانه نعمل جزء تاني وبتعرفوا انتو اليوتيوب انه ما في خيار الصورة بنسبة للتعليقات بقولكن دائما هذا وضع كتير متعب بالنسبة لنا احيانا التوضيح بالصورة كتير مهم لذلك رح نعملهم كل ياتهم بفيديو واحد حتى تحتفظوا فيه او تشيروا عندكن تستفيدوا منه وقت اللزوم طبعا هلأ نحن داخلين ان شاء الله على موسم عيد الام ان شاء الله امهاتكن كلها بخير والله يرحم امي ويرحم اللي امه طبعا يعني توفيت ده هدية للام اللي اما عايشت تعملها الله يخليها يا رب واللي مامتها زي مامتي انا بهدي هذا الشال الى روح امي فرجاء منكم اللي بتشوف الشال بتنتفع فيه تترحم على امي وده هديتي لامي في عيد الام ادامكن هلأ شي شهرين سبايا تقريبا لادوبة حتى تخلصوا شال او هدية ست الحباي ان شاء الله رح نشتغلوا معاهم مع بعض عفوا خطوة بخطوة وان شاء الله بيكون شال سهل على بركة اللي هنبتدي يلا بينا يلا سبايا نسمي بالله ونصالي على رسول الله عليه الصلاة والسلام نبتدي النموذج ان شاء الله مع بعض انا رح اشتغل بخيط دورة بتبقى نهو خيط من المتوسط للرفيع الابرة اللي هستخدمها معه هي ابرة نمرة اربع طبعا اربع للسالس دي سبايا انا بقلكوني دائما بتجي بين ثلاثة وثلاثة ونصف اللي بحب يبتدي بدائرة سحرية اوكي انا رح بتدي بخامس سلاسل منلف عدد البداية اهو شان الدائما والمبتديات لانه ايدنا بتاخد فما منفتكير انه لازم نقول كل شغلة اهو لفوا كده صبايا بس كده سحبوا خلوا الدائرة كده بيدكم دخلوا الابرة بالدائرة سحبوا الخيط وشدوا هيك بتكون صار عندكم عدة بداية الآن رح نشتغل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس سلاسل رح اقفل بمنزرقة بأول سلسلة رح نرتفع الآن ثلاثة سلاسل وهي بمثابة اول عمود رح نشتغل عمودين كما واحد عمودين داخل الحلقة وهي العمود الثاني وسلسلة الارتفاع كده بقوا ثلاثة رح نعمل سلسلتين مسافة ونترر الثلاثة اعمدة كما واحد اثنين ثلاثة برضو سلسلتين مسافة بدي مجموعات الاعداد دي كررها لحتى يصير عندي سبايا اربع مجموعات كمان واحد ثلاثة اثنين وادي ثلاثة بنقصنا مجموعة سلسلتين المسافة والمجموعة الاخيرة كأني عم بعمل صدفتين معا اثنين ثلاثة اهو تمام كده طبعا ما بنا نقفل الدايرة السبايا بدنا نقلب شغلنا رح يكون رايح جاي مش دورع رح نقلب شغل للخلف رح نيجي على الثاني عمود اهو الثاني ندخل فيه ونسحب خيط ونطلع من الخيط على الابري كده اسمها منزلقة لان بدي عدي لأول فراغ بدي امشي لأوصل لأول فراغ كمان العمود اثنين اللي بعده يعني اهو واده منزلقة ندخل كمان على الفراغ ونطلع بمنزلقة هيك صرنا بأول فراغ من الفراغات الثلاثة الآن رح ارتفع واحد اثنين ثلاثة ونشتغل صدفي بدنا نعتبر سبايا شوفوا كأنه عندي صدفي اهو هدول اثنين صدفي ودول اثنين صدفي الآن دي رح نشتغل فيها صدفة زيها تمام اول ثلاث سلاسل هنن عمود وعمودين كمان اهو تمام كده سلسلتين بوسط الصدفي ثم ثلاثة اعمدة بنفس المكان واحفظوا الصدفات هيك نكون عملنا اول صدفي داخل الصدفي يعني نص العدد اللي اشتغلنا بالبداية صدفي دول شكلوا لصدفي صدفي الان داخل الصدفي بعد الصدفي صبايا ثلاث سلاسل ودي ثابتة افتكروا انه دائما رح تكون عنا المسافات بتلاث سلاسل حلو الكلام الان عندي الصدفي التاني قبل ما انتقل للصدفي التاني بدي ابدأ اسس لغرز دي اللي هي الغرز المائلة خلكوا معي بس بالبداية صبايا بعد رح يسهل عليكم كتير لفوا الخيد تركوا الصدفة دي تماما الاثنين دول دول الصدفة خلاص خلاص نمنا وعنا الصدفة التانية دي اللي في الاخير اول عمود من الصدفة صبايا اول عمود ده حنعزله ونشيله الشيلة بقى حندخل بصوا في الفراغ ونعدي العمود رح يكون خلف الابري اهو ونعزل العمود ده العمود الاول رح عيد الصدفة دي انتهي نشغل فيها عندي الصدفة التانية اول عمود من اعمد رح اشتغل فيها كعمود خلفي يعني بدي اشتغل بطريقة العمود الخلفي رح ادخل بالفراغ واخد العمود ده لف انا من امامه هو خلف يعني انا رح صير الابري رح تصير الان امام العمود والعمود خلف الابري ورح ادخل من الفراغ اللي وراء العمود اهو رح نعزل العمود ده ونشتغل عليه عمود اتنين تلاتة بطريقة العمود الخلفي تمام خلاص نرجع الان بديك اشتغل الصدفي داخل الصدفي تلات سلاسل مسافة وندخل الان بوسط الصدفي ونشتغل صدفي اخرى واحد اتنين تلاتة سلسلتين مسافة بوسط الصدفي وثلاث اعمد تانين واحد اتنين وهذه تلات اعمد شوف كده الشغل اهو صدفي اذا اول صدفي الصدفي داخل الصدفي تلات سلاسل الصدفي التانية عزلنا اول عمود منها صبايا اول العمود واشتغلنا عليه من الخلف بطريقة العمود الخلفي تلات اعمد ارجعنا اشتغلنا ثلاث سلاسل ثم صدفي داخل الصدفي خليكم معي ركزوا لانه شغلنا مكرر بس لا تنسوا انه اول رح رح نقلي بالشغل اهو رح نجي للعمود رقم اتنين ونشتغل منزلقة والشغل ده ثابت ببداية كل صدر كمان العمود التاني ندخل عليه منزلقة ثم على الفراغ منزلقة صار قدامي الان صدفي اول شيء بعمل الصدفي بداخل الصدفي صدفتنا ثلاثة عمود اتنين سلسلة ثم ثلاثة عمود والصدفي ثابت خلس الان صدفي داخل الصدفي شو عنا هلا عنا ثلاثة سلاسل لنا دائما المسافات عنا ثلاثة سلاسل الان بدت تكون بقى بكل سطر نفس الشغل اللي رح نشتغله دلوقتي عنا هون كم عمود صدفي عندي ثلاث اعمل تمام العمود الاول اول شيء من في خيطنا العمود الاول رح نعزله بطريقة العمود الخلف رح اضغله من الفراغ وعدي من قدام العمود اه ده العمود تمام رح اضغله من الفراغ خلي العمود وراء الابرة اطلع من الفراغ هنا اعزل العمود الاول واشتغل عليه ثلاث اعمل واحد اثنين ثلاث دايما العمود الاول بالمجموعة هو اللي بنشيله الشيلة هو اللي بيشيل الثلاث اعمدة بطريقة العمود الخلفي وضح نرجع لها ثلاث سلاس المسافة زي العادي خلصنا من دي الصدفة اللي علي اليسار سبايا دائما دائما الثلاث اعمدة الاولانيين في الصدفة دول بنشتغل على العمود الاول برد بعيد الصدفة دائما اللي عشي مع اول عمود فيها وندخل فيها من الفراغ ومنعزل العمود الاول من الصدفة اهو ومنشتغل عليه تلات اعمل واحد اتنين اتنين ثلاثة تمام انهينا شوفوا كيف عزلنا العمود انهينا ما مننسب بعدها تلات سلاسل ومنرجع عالصدفة منكملها كاي صدفة عادية واحد اتنين ثلاثة سلسلتين وثلاثة اعمل كما واحد قد اتنين هاي ثلاثة نسحب الخيط ونشوف شو صار معنا احنا الان بالستر الثاني صبايا بعد سطر التأسيس بالستر التأسيس عملنا اربع مجموعات كل مجموعة فيها ثلاثة اعمدة والفاصل بينهم سلسلتين وده تأسيس صدفات السطر الثاني يعني بعد التأسيس عملنا صدفة داخل اول صدفة ثم عزلنا العمود الاول من الصدفة التانية واشتغلنا عليه بطريقة العمود الخلفي ثلاثة اعمدة ورجعنا عملنا ثلاثة سلازل واشتغلنا صدفة داخل الصدفة كان عنا هون مجموعة واحدة الآن بصوص عنا مجموعتين هاي الطريقة بده يبلش بأي يتزايد واحد بعد اثنين بعد ثلاثة بعد اربعة وحاكزا رح نقلب الآن السوابت الآن انه دائما نقلب الشغل وادخل على الثاني عمود واشتغل منزلقة وادخل على الثالث وامل منزلقة ثم على الفرق ونعمل منزلقة ونطلع نشتغل الصدفة طبعا ثلاثة اعمدة بسلسلتين بتلاثة اعمدة شطار انتو بالصدفات وصرنا شغلين كتير واكيد ما بدهم شرح كتير حتى ما تقل عليكم بالحكي سوايا شوفوا بقى سلسلة الصدفات دي رح تضل شغالة معانا لآخر الشار كمان شو بعد الصدفات عنا ثلاث سلاسل براو ما بننسى ثلاث سلاسل الآن عندي مجموعتين وعندي العمود الاول مصدفة الشماء نبتدي هاي التلاث اعمدة شو رح نعمل رح ندخل من الفراغ رح نعزل العمود الاول نعدي ونطلع من الفراغ اللي بعده اهو نطوي الشغل اسهل علينا وعلى جسم العمود نشتغل تلاث اعمدة بيلفي واحد اتنين تلاث برجعوا بكارير سبايا بيمكن ترجعوا للفيديو اللي اشتغلنا فيها الغرزة الـ 3D او الـ يعني اللي الى وشين بطريقة مستطيلة كمان للي بده يرجع يتعلم عالغرزة بطريقة ابسط كمان ثلاث سلاسل مسافة لا تنسوهم منلف الان عندي المجموعة اللي بعدها يلا ندخل من الفراغ نعزل العمود ده نشيل الشيلة واحد اتنين ثلاث 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 وصلنا للصدف اللي على شمالنا اللي هي بنهاية السطر لا تنسوا ازا اشتغلتوا صدف مباشرة داخل الصدف بتكونوا فوتوا مجموعة وبيكون شغلنا غلط صبايا اول عمود من الصدف منعزله ومنشتغل عليه ثلاث اعمل واحد اتنين ثلاث لا تنسوا انه بعدها فيه ثلاث سلاسل يعني ما تنتقلوا من الاعمدة للصدف كمان صبايا الشغل بيبقى غلط بعد العمود الاول ما اشتغلنا عليه التلاث اعمدة ما تنسوا انه عنا ثلاث سلاسل ثم مندخل عالصدف ومنعمل الصدف بداخلها واحد اتنين ثلاث سلسلتين كمان تلات اعمل انه هنا السطر الثالث صبايا بعد سطر التأسيس السطر الثالث صار فيه عندي ثلاث مجموعة اذا السطر الرابع كمان بده يكون فيه اربع مجموعة شغلنا تكرار صبايا رح كرير معكن سطرين كمان وبعدين ننتقل للاهم ندخل على الغرزة الثانية او العمود الثانية بنعمل منزل كمان العمود رقم ثلاث بنعمل منزل وندخل على الفراغ ونشتغل الصدفة كويس كده الصبايا اهو شوف سلسلة الصدفات صارت واربعة بعد الصدفة مواشرة عندنا ثلاث سلاسة واحد اثنين ثلاثة الآن عندي مجموعة تنتين ثلاثة ونشتغل علي العمود او الاعمدة الامامية. ندخل من الفراغ. نعزل العمود. نقلب شغلنا هيك بصير. اسهل علينا السبايا. كأني عم بتشتغل من الخلف لذلك اسمه عمود خلفي. وبنشتغل تلت اعمدة على العمود الاول من الخلف. اهو بده شكل. الان نرجع على ثلاث ثلاثة. المجموعة الثانية رح ندخل. نعزل العمود اهو. نشتغل علي ثلاث اعمدة. واحد اتنين ثلاثة. مباشرة تلت سلاسل. لفخيطنا. وبنرجع للمجموعة اللي بعدها. هاخد العمود الاول. اهو. نسحبه بعيدا عن اخواته. ومن حمل عليه تلت اعمدة. دائما اللي بيبقى في المقدمة بشيل الشيلة. اهو. كما. تلت سلاسل. ما ننسى ابدا الصدفة العمود الاول في الصدفة الاخيرة اللي في السطر معنا. منلف. دخل من الفراغ. بنعزل اول العمود. نشتغل عليه ثلاث اعمدة. واحد. اتنينة. ثلاثة. ثلاث سلاسل لا تنسوهن قبل ما تشتغلوا الصدفة داخل الصدفة. سلسلتين بوسط الصدفة. ومن كمان. بس صوبايا اهو. صار التزايد واضح الشكل المثلث. صار واضح معنا. اتجاه الصدفات ده رح يستمر معنا. يمين ويسار. والمنطقة الوسطى. بكل مرة رح يزيد عنا مجموعة. واحد. اتنين. ثلاثة. اربعة. والقادم خمسة. شغلنا دخل تكرار صبايا من حيث التوضيح. رح ننتقل الان لجزء تاني. لحتى نشوف اذا خلصنا الشال الان. كيف بدنا نزينه. لانه دائما عم تسألوني بعد ما بيخلص فيديو الشال. انا كيف بدي اعمل الكنار. او كيف بدي اعمل داير للشال. او كيف بدي اختم الشال من فوق. انا رح تعاطيكن افكار صبايا. وانتو اللي بتحبو عملو. انا صبايا كنت صبايتكن وعملت هيك نموذج شوي متوسع. حتى بس ما ناخد وقت بالفيديو. شوفوا وين وصلنا. اهو نفس التقرار. شوفوا كيف هي عبارة عن دبل فيس يعني مشين او ثري دي. يعني الى شخصية و الى حجم. حبيتو شوفوا لما بتمط معانا. حبينا نقربها كده. كمان. بتبقى حلو كتير. بامكانكن تكملوه طبعا. شال كامل بامكانكن تعملوها اسكارف مثلس يعني ما يبقى كتير كبير. وبعدين منحكي فيها كيف بامكاننا نقفل الرقبة بتاعتها. اذا انا رح اشتغل هلق معاكم صبايا مشان نتذكر. شوفوا. سطر من السطول. رح نقلب الشغل. اهو. رح ادخل على العمود الثاني. واشتغل منزلقات. اللي عم يسأل عنه الخيط. هادا الخيط احباي بي. آآ سكريم. كمان رح ادخل على الفراغ. اطلع منزلقها. ونطلع. بتلت سلاسل ونشتغل بسرعة الصدفة ما عدنا محتاجين. نضيع وقتنا فيها. بعد الصدفة مباشرة عندي ثلاث سلاسل. بعد عندي العمود الاول من كل مجموعة. رح اشتغل عليه. ثلاث سلاسل. والمجموعة اللي بعدها كمان العمود الاول. نشتغل عليه ثلاث اعمدة خلفية. تمام سبايا؟ اهو. رح اوصل لاخر السطر ونرجع. نشتغل اخر السطر مع بعض صبايا مشان ما ننسى تماما انه في عنا صدفة بالاخير بدنا ناخد منها العمود الاول. اول دي اخر مجموعة عنا بالستر. ثلاث سلاسل. لا تنسوا العمود الاول من اعمدة الصدفة. واحد. اتنين. ثلاثة. ثم ثلاث سلاسل. ونرجع بعدين. بنشتغل صدفة عادية بداخل الصدفة اللي على يسار الشغل او باخر السطر. اتنين. ثلاثة. الآن سواء. انهينا الشغل. وجينا بدنا نعمل الآن داير للشاب. انا رح اعطيكم طريقتين. وبإمكانكم انتو كمان تجيبوا طريقة ثالثة براحتكم. انا رح اعطيكم افكار. رح نعمل الطرف ده بموديل. والطرف التاني بموديل اخر. انتو اختاروا اللي بيعجبكم. وكملوا منو الشال كله. طبعا ما رح تعملوا كل طرف. بكنار لا. انا رح اعطيكم الفكرة. وانتو اللي بتختاروها وبتحبوها اشتغلوها. بصوا بقى السبايا. عند اخر صدفة الآن. رح اطلع. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر سلاسل. عشر سلاسل. تركوا العشرة دول. وبعدين عندي. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. من دون العشرة سبايا. العشرة رح نرجع نكررهم. عندي اربع سلاسل. دول اللي واحدهم رح نشتغل عليهم. لفوا الخيط. وانزلوا. واحد. اتنين. ثلاثة. بالرابعة. يلي عم نشتغل فيها. عندي سلسلة. اتنين. ثلاثة. الرابعة. فيهم. رح نشتغل. عمود. اتنين. ليش انا خليت انه هون هدول العشرة. انا بدي ارجع اشتغل عشرة تانين زي هون. فالشغل رح يكون الاربعة الاضافيات دول الشغل عليهم. الان اذا تركنا اخر ثلاث سلاسل سبايا. بالرابعة اشتغلت عمودين. الان بدي اشتغل. واحد. اتنين. ثلاثة. سلاسل. رجعوا لنفس الفراغ اللي عم نشتغل فيه. وعملوا منزلقة. شو عم بشتغل انا هون. عم بشتغل البتلت ورد. مرة ثانية. رح نرتفع ثلاث سلاسل. وبردو عمودين وبنفس المكان. اهو نحن صار عنا متل الحلقة اللي عم نشتغل فيها. كمان عمودين. وثلاث سلاسل بردو. هننزل نقفلهم بمنزلقة كمان بداخل الحلقة. هيك صار عنا اتنين بتلي اهو. كمان بنا نعمل بتلة تالتة. واحد. اتنين. ثلاثة. عمودين. واحد. اتنين. ثلاث سلاسل. ورح اقفل بمنزلقة كمان في داخل الحلقة. هيك منكون عملنا صبايا. الوردة دي اللي من ثلاثة بثلاثة. الآن بلزمني ارجع للشغل. معناها لازم يكون عندي عدد سلاسل تماما. موافق للعدد ده. ونحن عملنا عشرة. إذا رح نعمل عشرة. واحد. اتنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. مانة. تسعة. عشرة. طيب. وابدي انزل سبتهم. خليكم معايا. نحن اشتغلنا بهاي الصدفي الصبايا. رح نترك صدفي. رح نتجاوز صدفي. رح نتخطى صدفي. اللي بعدها. رح نشتغل غرزة حشو. هيك ما يكون ثبتنا الشكل ده. بدنا نكرر صبايا الآن. ما نرد نرتفع. عشر سلاسة. واحد. اتنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. مانة. تسعة. عشر. ثم أربعة. رح يكون الشغل عليهم. لأنه دي بتاعة مسافة. ما رح اشتغل. حطوا يدكن عند آخر واحدة. حتى ما تلخبطوا. وبعدين. واحد. اتنين. ثلاثة. أربعة. الأربعة دول. رجعوا لأول واحدة فيهم. يعني ارجعوا واحد. اتنين. ثلاثة. وبالرابعة. لفوا خيطكم. واشتغلوا عمودين. واحد. اثنين. كمان ثلاثة سلاسل مرة تانية. وارجعوا وقفلوا بمنزلقة. في الحلقة دي. اللي بقت. مكان. نشتغل فيه البتلة. كمان. نرتفع ثلاثة سلاسل مرة أخرى. منلف. ومنشتغل عمودين. مشان. نشتغل البتلة التانية. ثم ثلاثة سلاسل. لا تنسوا انه في عندي ثلاثة سلاسل. بالأول وبالأخير. ثم منزلقة. صار عنا بتلتين. طلعوا كمان ثلاثة. اشتغلوا عمودين. اشتغلوا برضو ثلاثة سلاسل. رجعوا الحلقة ثبتوا بمنزلقة. تمام؟ اهي. هي دي البتلة. لنعومة سغنمونة دي. بنا نرجع الآن. فمعناها لازمنا سلسلة رجوع من عشر. حلقات. واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. خمس. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشر. نرجع لشالنا. نتخطى صدفي. اهو. بالصدفي اللي بعدها. نشتغل غرزة حشو. اهو سبايا هيك. صار عنا. بتلتين بصوا. لدائر الشال. اكيد ما رح ارجع اخذ وقت كن سبايا. ده الشغل حيبقى مكررد. بتطلعوا عشر سلاسل. بتعملوا البتلات. بترجعوا بعشر سلاسل. بتتخطوا صدفي. بالصدفي اللي بعدها بالثبت. وهكذا لينتهي معنا الشغل. انا رح خلص لحتى بس اصل. للمركز من تحت. ونشوف هنكمل ازاي. كملت بصوا صبايا. انا الحرف ده او الطرف من الشال. بالغرزة. والان عند اخر غرزة. بصوا صبايا. انا وصلت كده. هاي. تركت واحدة. وبعدها سبتت. ورجعت كمان. واشتغلت البتلة. والان امامي المركز. تبع الدائرة الاولى. رح ادخل للمركز الان. سبت بغرزة حشود. اهو. ورح نعمل بالمركز. كمان بتلة. ولكن سلسلتها اطول شوي. لحتى تعطيني طول بالمنتصف. احنا هون. كلهم عملنا هون عشر سلاسل. الان بدي ارتفع خمسة عشر سلسل. ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. همان. تسع. عشرة. احداشر. اتناشر. تلاتاشر. اربعتاشر. خمسة عشر. بعد بدي اشتغل الاربعة اللي تعودنا عليهم. واحد. اثنين. ثلاثة. اربعة. بربع سلسلة. رح نعمل البتلة. واحد. اثنين. اثنين. ثلاثة سلاسل. نرجع بالمنزلقة. ارتفع كمان ثلاثة سلاسل. عمودين. ثلاثة سلاسل. ترجع للبتلة. ثلاثة سلاسل ارتفاع. عمودين. ثلاثة سلاسل. ومنزلقة بداخل البتلة. بدنا نرجع الآن بخمستاشر سلسلة. واحد. اثنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. امانة. تسعة. عشرة. احداشر. ناشر. ثلاثة عشر. اربعة عشر. خمستاشر. بطول نفس السلسلة اللي عملناها سباية. نرجع الآن للمركز نفسه. ورح نسبت بغرزة حشو. بصوا. يعني هيك دلوقتي انحنا عملنا وردة المركز. اطول من غيرها. اهي. لو حبيت ولو حبيت ونفس الطول انتو احرار. برد بقلكن سباية دائما. انا بشتغل معاكن افكار. الآن نرجع لعددنا الاساسي. بصوا نحنا مسبتين على طرف السدفة هون سباية واحدة ها هون. فمعناها كمان بدي يسبت الآن على طرف السدفة بدي اطلع كمان. بعشرة. اتنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. بعدها اربعة. واحد. اتنين. ثلاثة. اربعة. واحد. اتنين. ثلاثة. وادي الاولى من الاربعة. يلي دائما عنوشتغل فيها البتلة. واحد. اتنين. ثم ثلاثة سلاسل. ثم ثلاثة سلاسل. منزلقة داخل الحلقة. ونكمل البتلة. كمان ثلاثة سلاسل. ومنزلقة. والبتلة الاخيرة عمودين ثلاث سلاسل ثمها منزلقة ثم عشر سلاسل نرجع بقى هون سبايا للطرف لسه انا عم نشتغل بالمركز مش هن متناظرة شوفوا عنا واحدة هون فمعناها بالطرف دي يعني به ثالث سلسل من سلاسل الارتفاع هنا ورح سبت كما بغرزة حشو شوف كما الاول شغلنا وبعدين نكمل بصوا بقى هيك صار معنا المركز من هون سبايا اهو شوفوا كيف صارت اطول من بقية البتلات مش هن تكون بمركز الشار ازا الى الان واضح سبايا وخلصنا من الطرف ده رح نشتغل موديل تاني بالطرف التاني مش هن تختاروا اللي بدكون يلا يلا الطرف التاني سبايا بدي يعلمكن كيف ممكن تعملوا شكل ورقة الشجر او قلب بس تقريبا بنفس الطريقة هلا بس بدي قابلة لكم شغلي عدد السلاسل هون سبايا انتو تحكموا فيه متل ما بتكون حبيتو سلاسل اقل حبيتو الشرش كي بتبقى اطول حسب خيطكن خيطكن ادخان خيطكن ارفع ما تقولوا لازم اعمل عشر سلاسل بتعملوا خمس عشر بتعملوا اتناشر تعملوا اقل براحتكم الان بدي ارتفع اتناشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة مانة تسعة عشر احتاشر اتناشر تمام تركوا دور بقى وبدي ارتفع تلت سلاسل واحد اتنين اتلاتة الان بتالت سلسلة بتالت سلسلة سي بول اتناشر دول سبايا وبتالت سلسلة يعني هون بتعتبر رقم واحد رح نشتغل منزلقة ونشتغل نعمل مثل الحلقة الان رح نرتفع تلت سلاسل اهو ونخلي الحلقة هيك قدامنا كأنه بدنا نشتغل بداخلها ندخل داخل الحلقة اللي نحنا دلوقتي عملناها اهو ونشتغل خمسة عملية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اذا امتفعنا تلت سلاسل سبايا واشتغلنا ردينا خمس اعملية الان رح نشتغل تلت سلاسل ونرجع لنفس الحلقة ونشتغل خمس اعملية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة نرجع مشغل تلت سلاسل تانين ونرجع لداخل اللي اشتغلنا فيها هنا ونشتغل غرزة حشو بيطلع معنا هادا الشكل حبيتوا تقولوا قلب ورقة شجرة اللي بتكون يا اذا حبيتون اكتر من البتلات سبايا فيكن تعملوا هاد الشكل بنرجع لقام باثناشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ماني تسعة عشرة حداشر اتناشر ورح نرجع للشال وبنفس الطريقة بنفس الطريقة سبايا رح نترك صدفة وبالصدفة اللي بعدها رح نسبت بغرزة حشو هاد الشكل بقى سبايا بصوا شكل مختلف عن شكل البتل اهو رح عيدوا معاكم كمان مرة تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ماني تسعة عشرة حداشر اتناشر الان تركوا اتناشر دول واشتغلوا واحد اتنين تلات سلاسل باول واحدة من التلاتة اقفلوا بمنزلقة مشان تتشكل معاكم حلقة الان ارتفعوا تلات سلاسل وبداخل الحلقة دي اشتغلوا خمس اعمده واحد اتنين تلاتة لاتة تلاتة عمود مرة تانية. واحد. نين. تلاتة. اربعة. خمسة. ثم تلات سلاسل مشان نرجع فيهم لقلب الورقة اللي احنا شغالين فيها نشغل غرزة حشو. وفيكم تعملوها منزلقة عادي. ونرجع كمان باثناشر سلسلة. نرجع للاصل الشال سبايا. تتخطى صدفة. الصدفة اللي بعدها مثبت بغرزة حشو. هاي هيك هلا صار عنا. هاي عندك صبايا هلا شكلين. عنا شكل بتلات البردي. وعنا شكل الورق الشجر او القلوب دي. كما. عنا شكل تالت كمان بامكانكن تشتغلو علي. الشكل التالت بصو سبايا. بنرتفع كده بنسحب الخيط. اهو. عطوي راحتو كأنكم تكن ترتفع بمقدار عمود تقريبا. لفو. مسكوا الخيط بيدكن. لامنا نعمل عدة الحبقة بسماء عدة سليمان. مسكوا الخيط ده بيدكن. اسحبوا. وطلعوا من الحلقة الممتدة دي. وارجعوا مرة تانية على الحلقة دي. واشتغلوا غرزة حشو. دي اسمها عقدة الحب او عقدة سليمان. حل? مرة تانية. راح نعيدها مرة تانية يا سبايا. كمان. بنسحب الخيط بمقدار عمود. بنمسكوا الخيط ده بيدنا ده. مسكوا بيدكن. لفو. وطلعوا من الحلقة. ارجعوا على نفس الفراغ اللي انتو عملتو. وعملوا غرزة حشو. هيك صار عنا عقدتين من عقد الحب. ان شاء الله دائما بملاقي ايام ونحب. الان سبايا. راح نرتفع تلت سلاسل. وبمكان غرزة الحشو اللي اشتغلناها دلوقتي راح نشتغل عمودين. واحد. اتنين. تمام? الان تسحبوا الخيط كده صبايا. وقبل العمودين عند السلاسل اهو عند فراغ السلاسل دي. نحن ارتفعنا بتلت سلاسل وشغلنا عمودين. خلوا العمودين بعد ودخلوا على الفراغ. واعملوا غرزة بف. نلف واحد. اتنين. ثلاثة. اربع. طلعوا الان من كل الحلقات. قبل اخر حلقة. خلوا اخر حلقة. وطلعوا منهم كده. ورجعوا اشتغلوا تلت سلاسل. وستبتوهم بمنزلقة بنفس المكان. هاي هيك بيسموها. بيعملوها مثل الكوار. اذا بتحبوا ازاي نوفيها. الان بدنا نرجع لقواعدنا. كيف نرجع؟ بنا نرجع معناها بعقدتين من هذه. يلا تسحبوا. بسكوا الخيط بيدكم. لفوا. طلعوا من الحلقة. ادخلوا بالحلقة مرة تانية. وعملوا غرزة حشو. جمان نسحب. سكوا الخيط. لفوا. وطلعوا من الحلقة. ادخلوا بالحلقة. وشتغلوا غرزة حشو. بعدين تركوا من يدكم. هلا شو بنا نعمل؟ بدنا نرجع برجوع سبايا. اهو. رح نترك الصدفة. والصدفة اللي بعدها رح بطرفها اللي هي بتكون هون عنا تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. رح نشتغل غرزة حشو. بس لو انا النهاردة مشاهي ازاركم خالص بالشرشين. شوفوا بقى ده شكل تالت. اهو. بتصب بقى شكلها حلو. مرتب وشيك اهو. رح نعيدها. سبتنا سبايا. سحو. بنا نعمل عدة سليمان. بس كل خيط بايد كون. لفوا وطلعوا. وبداخل الحلقة اعملوا حشو. سحبة تانية. لفوا وطلعوا حشو. لا تنسوا. الان تلت سلاسل. في الحشو ده عمودين. واحد. اتنين. الان لفوا خيطكم. والعمودين دول. اشتغلوا عليه هون. اربع لفات. اتنين. تلاتة. اربع لفات اهو. الان استبعدوا اخر حلقة سبايا. اطلعوا من اللفات دي كلها. اهو. لفوا واطلعوا من الحلقتين. رجعوا في شغلو. تلات سلاسل. ورجعوا على الاصل اللي اشتغلنا فيهم. كما سبتوا بمنزلقة. مشان تطلع معاكن الحبة دي. حلوة? يلا. نرجع هلا. منا نرجع برجوع. فاذا لازمنا كمان. عدتين تانين زي دول. يا ربي ما تعقدلنا امرش. يلا. اصحبوا. انا لما بقحتي. لحالكم. انا اشتغلوا تعلقوا. الان عنا تثبيت. تركوا صدفة. وادخلوا على الصدفة اللي بعدها. وثبتوا بغرزة حشو. اهو. هاي شكلون صبايا. ازا حبيتو هون. اشتغلوا منهم. اهو. تمام? انا رح اكمل دول لغاية الاخر ونتعلم نشوف كيف نعمل نقفل السطر الاخير بالشكل. رح اكمل معكم اخر اه شرشوبة الصبايا. واحد اثنين ثلاثة في غرزة الحشو عمودين. الان ندخل بالفراغ هنا. والعمودين دول نشتغل عليهم اربع لفات. واحد. اثنين. حبيتو تكتروا اللفات براحتكم. الان بس بدي سهل عليكم انو اطلعوا من كل الحلقات الصبايا. اسهل دائما نختاروا الطريقة الاسهل بالشغل. حبسوهم كده بسلسلة. وبعدين رجعوا بتلت سلاسل. على غرزة الحشو بمنزلقة. خلصنا كده. نرجع لعقدة الحب. شو كم غرزة تعلمنا النهاردة. بنرجع بقى للاخر الصدفة هنا. وحنقفل بغرزة حشو. وادي الشرشي. اهي. هاي ورق شجر او قلوب. وهي ورد. شو مدلعاك وقدي ايه? يلا. الان سبايا بدي ادخل بقى بمنزلقة هنا. لداخل الصدفة. ورح نشتغل صدفة. لان دائما بتسألوني سبايا لما بعمل غرزة تسألوني انا هعمل شرشيب ازاي? لش بدي اعمل الستر من فوق. بقى حتى ما اتعبكن واعملكن اكتر من فيديو متل ما حصل معنا بالشارل الابيض الواحدات. رح نشتغل معنا. الان بصوا صدايا. هاي الان اشتغلت الصدفة. بتاعوا على اول فراغ اهو اهو. ده فكرة بدي اعمل كل نص فكرة. بتاعوا على اول فراغ. وثبتوا كده بغرزة الحشو. ارتفعوا تلس سلاسل بنفس المكان نشتغلوا عمودين. واحد. اتنين. ليش عمودين مو تلاتة? جربتها بتلاتة صدايا طلعت كثيفة. يلا على الفراغ اللي بعده اهو. يعني نعمل غرزة ما اليه كمان تلاتة سلاسل وبنرتفع عمودين. والفراغ اللي بعده حشو. كمان تلاتة سلاسل وعمودين. روحوا الفراغ اللي بعده حشو. وبنفس المكان ارتفعوا. بتلاتة سلاسل واشتغلوا. عمودين. كرروا حتى نهاية السطر لو حبيتوا هذا الموديد. هيك بنكون. افلنا من فوق. بصوا صبايا. بطريقة حلوة. طيب. ما بدي انا افل بالطريقة دي. بدي طريقة تاني. ماشي. بصوا عليه بقى. طبعا رح تبتدوا ده من اول الشغل. الان رح نلف لفتين. سوايا. ادخل على الفراغ واشتغل. واحد. عمود. ونطلع تلاتة سلاسل ونشتغل هنا حشو على جسم العمود نعمل عليه بيكو. لفوا لفتين. ادخلوا كمان. واشتغلوا عمود بلفتين. طلعوا تلاتة سلاسل. بيكو. على جسم العمود اشتغلوا غرزة حشو. لفوا لفتين كمان. كمان تلاتة سلاسل. عم نعمل الان غرزة بيكو. لفتين. كمان تلاتة سلاسل غرزة بيكو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ستة. ودي بيكو. كمان. لفتين. سبعة. واحد اتنين تلاتة. ودي بيكو. بسوا بقى السباية. مو بلغ الفراغ اللي جنبه. لانه هيك رح يكتر علينا المراوح. نترك الفراغ ده. وباللي بعده منثبت بحشو. تمام. بكل مرة رح نترك فراغه باللي بعده. هلأ كمان رح نلف لفتين. الفراغ ده ما رح نشتغل فيه سباية. رح نشتغل باللي بعده. ونكرر. الاعمدة اللي اشتغلناها هنا. اشتغلنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اظن. اهو ستة اعمدة بلفتين. بتكون تشتغلوهم سبعة او بتشوفوا الفراغ على كيفكن. الان كمان بيكو. لا تلتزموا بعدد الاعمدة. خيطكن خليه يحكمكم. وهي عمود بلفتين. وادي بيكو. بلفتين. كمان. واحد اتنين تلاتة. حشو حوالين جسم العمود. واحد اتنين لفتين. وادي عمود بلفتين. واحد اتنين تلاتة. وادي بيكو. اظن سعره خمسة. لازمنا لسة عمود. انا كنت افضل سبعة لان انا بحب العدد السبعة بصراحة. تمام? سيبوا اول فراغ. عالتاني. حشو. اهو. كمان لفتين. طبعا انا صدفيت معي لانه السطر ما كان منتظم سبايا من الاول. اهو. لذلك شوفوا اجيت هون انا مضطرة هلا. انه بدي اترك الفراغ ده وادخل عالصدفة مباشرة. ما بتتجاوزوا اتنين. تجاوزوا واحد وبتشتغلوا بالتاني. بس انا بدي مباشرة. روح السدفي. بدي انهي السطر. اتنين. اتنين. شوفوا سبايا. هاي طريقتين للتقفيل من فوق. حبيتوا تعملوا المروحة دي مع غرزة البيكو اوكي. حبيتوا تعملوا الغرزة اللي يسموها الغرزة النايمة دي اوكي. بس سبايا اعملوا الحرف من فوق قبل ما تشتغلوا الداير. ليش؟ حتى ما يكون عندكن هون فراغ بينها وبين الشراشيب. يعني اول خلصوا من فوق وبعدين اشتغلوا الشراشيب. اذا هاي فكرة. وهاي فكرة. تمام كده? يعني هذا شال شو بيقولوا بكل الشالات? تجمعت فيه. كان بامكاني لكل واحد منهم اعمله فيديو بس بعرفكم تكون تسألوا نصرت احفظ اسئلتكن اللزيزة. لما بعمل شغلة مسلسة بتقولوا لي هعملها ازاي مستطيل? بعمل شغلة مستطيلة بتقولوا نعملها ازاي مسلس. المهم دي المستطيلة سبايا راح تلاقوها على القناة فر وكده فيديوهات القناة حتلاقوها او بدخلوا على قائمة التشغيل غرزات كروشي وتريكو راح تلاقوها. يا رب كوني اليوم افتتكن? حتى نلتقي ان شاء الله في فيديوهات قادمة استودعوكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة